الصحة يعني رغم اهتمام مصر بكل اللي بيحصل في المنطقة الى انها ما توقفتش على خدمة المصريين وكل اللي بيحصل ده وده على كل الاصعيدة زي ما احنا متعودين في الفترة اللي فاتت بشكل مكسف ومنها الصحة الصحة هي فعلا تاج على رؤوس الاصحاء زي ما بيقولوا احنا على مدار حلقات البرنامج اتكلمنا على الجهود اللي بتتم في ملف الصحة والمبادرات الحكومية والرئاسية وقد ايه هي فعلا بتخفف على الناس وخاصة الغير قادرين ومن الملفات المهمة اللي فيها انجاز كبير هو ملف العلاج على نفقة الدولة عايزين نقول كمان ان وزارة الصحة اعلنت في بيان رسمي لها انه من اول نوبمبر 2021 ولحد نهاية اكتوبر 2023 تم اصدار اكتر من 7 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة اجمالية اكتر من 32 مليار جنيه الحقيقة للقرارات بقى فيها حتى سهولة في فكرة تقديم الخدمة للمواطن بعد ما المسألة بقت مميكنة وبقت الكترونية جدا جدا والدنيا بقت اسهل على الناس بكتير كان زمان الناس ممكن تستنى فترات طويلة لحد ما يجي لها موافقة او حد يرد عليها او تاخد موافقة لعلاج على نفقة الدولة دلوقتي الدنيا بقت سهلة بيجي الرد على طول في ساعتها والتوجيه الى اقرب مكان مراعاة للبعد الجغرافي والبعد اللوجيستي في حالة خاصة او حالة مستعجلة بيتم التصرب فيها فورا وبتعتبر اولوية